امبارح البنك المركزي اعلن على لسان جمال نجم نائب محافظة البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري اللي طرح سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسط الدخل اللي هي خاصة بأشواء السكنية الناس اللي هتاخد تسهيلات بفايدة 3% بحد أقصى 30 سنة تسدد على أقصات عشان تقدر تاخد الشقة هيكون لحد الأقصى للشقة ودي نقطة مهمة جدا أرجو من حضرتكم تركزوا فيها لأنها هتهم كل الناس اللي عايز تتجوز جديد أو اللي عايزين شقق النسبة لمحدودي الدخل تمن الشقة ما يزيدش عن 350 ألف جنيه الناس اللي محدودي الدخل ليهم شقق لغاية 350 ألف جنيه سعرها ويكون دخل الأعزب يعني لو راجل رايح بطوله مش متجوز دخلك ما يكونش أزيد من 4500 جنيه من أول الحد الأدنى أو من أول جنيه واحد لغاية 4500 جنيه ليك شقة في حدود 350 ألف جنيه تمام مظبوط من جنيه لـ 4500 جنيه دخل اللي متجوز الأعزب بطوله يقدر ياخد شقة لغاية 350 ألف جنيه مصري دخل المتزوج في هذه الحالة ما يكونش أكتر من 6000 جنيه في الشهر من أول جنيه لغاية 6000 جنيه تاخد شقة بـ 350 ألف جنيه التمن الكامل لها القص الشهري في هذه الحالة لمحدودي الدخل هيبقى كام؟ هيبقى في حدود 1127 جنيه لمدة 30 سنة دي بفايدة كام؟ فايدة 3% مدت ناقصة كمان لمدة 30 سنة وبعد 30 سنة أنت بتدفعش 1137 جنيه إيجار أنت بتدفعهم قصة عشان بعد 30 سنة الشقة دي هتبقى ملكك تمام؟ نروح للفاية التانية الفاية التانية متوسط الدخل الشقة تمنها ما يزيتش عن مليون جنيه يعني من أول شقة أمه جنيه لغاية شقة أمه مليون جنيه يعني شقة بـ 750 ألف جنيه برضو شغال تمام؟ من أول جنيه لمليون جنيه ده الفاية التانية في الفاية الأقل اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها وما يكونش دخل الأعزب أكتر من 10 ألف جنيه يعني دخل حضرتك تيكون من الحد التاني اللي هو 4500 يعني 4500 وجنيه لغاية 9000 جنيه في الشهر دخل المتزوج ما يكونش في هذه الحالة أكتر من 14 ألف جنيه في الشهر لما تكون متجوز ما يكونش دخلك أكتر من 14 ألف جنيه في الشهر وفيه على فكرة قرار إن اللي حياخد الشقة تقريبا أظن في حدود 8 سنين ممنوع يبيع الشقة عشان الناس اللي حتاخد الشقة بالتسهيلات وتدفع إقصتها وتروح بيعها وتاخد فلوسها كايش لا ممنوع تبيع الشقة غير بعد 8 سنين وكمان نقطة كمان مهمة هي خاصة بالدخل العائلي لو أنت متزوج دخل العيلة كام؟ أنت ومرتك بتعمله فلوس كام؟ عندك دخول تانية ولا هو مرتبك بس؟ عشان ممكن واحد يقوله والله أنا مرتبي 5 تلاف جنيه حسنا نشغل في الحكومة مرتبي 5 تلاف جنيه بس عندك محل مثلا بيدخل لك 10 تلاف جنيه لو عملت كده مش هتاخد الشقة لأن لازم الدخل الكل يكون الأرقام اللي قلنا لحضراتكم عليها